بحضور رئيسي مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي جرت في القصر الحكومي مراسيم توقيع العقد المبرم بين الحكومتين العراقية والصينية لعادة تأهيل مطار الناصرية الدولي وانشائه ووقع العقدة عن الحكومة العراقية رئيس سلطة الطيران المدني نائل سعد فيما وقع عن الجانب الصيني مدير الشركة العامة الصينية للهندسة الانشائية جين كيو فيما أوضحت سلطة الطيران المدنية أن العقدة الموقعة يتضمن إعادة تأهيل وانشاء مطار الناصرية وفق أحدث المعايير الدولية مضيفة أن العقدة يتضمن أيضا بناء المطار خلال ثلاث سنوات وتجهيزه بكل المتطلبات والمنشآت والخدمات الخاصة بالمسافرين